هي مرسم إحياء عيد الفصح لدى الأوكرانيين الأورثودوكس مرسم دينية فضل الكثيرون إحياء هذا العام في كاتدرائية ساميشال كاتدرائية أصبحت رمزا للحرية بالنسبة للأوكرانيين وذلك لكونها تحولت إلى مركز لعلاج مصابي ساحة ميدان أثناء الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بنظام يانوكوفيتش أنا أصلي من أجل الذين قتلوا سأذهب إلى ساحة ميدان وأحمل معي كعكة العيد وبعض البيضة أتمنى للجميع دوام الصحة وكل السعادة وكذلك الخير لأوكرانيا التي أحبها من كل أعماقي أما هذه فتضيف أدعو الرب أن تسير الأمور كما أردنا والتي من أجلها وقفنا في ساحة ميدان كل شيء كافحنا من أجله أرجو أن يتحقق مرسم أحياء عيد الفصح هذا العام في أوكرانيا يخيم عليها بعض من الحزن جراء الأحداث التي تعيشها البلاد في وقت يتخوف الكثيرون من تكرار السيناريو القرمي في مدن شرقي البلاد عيد الفصح يعتبر أكبر مناسبة دينية تعيشها البلاد وهذا العام الأوكرانيون لم يحيوا فقط هذه المناسبة بل هم يصلون من أجل عائلاتهم ومن أجل السلام ووحدة الدولة مرية كورينيوك يورونيوز كييف